البشرة جرت من الجزائر من الجزائر ومن دقايق او من اقل من ساعات بوتفليقة اعلن عدم ترشح الانتخابات بوتفليقة يستقبل فريق اول احمد قايد صالح استقبل احمد قايد صالح بالجزائر العاصمة ووزير الدفاع الرئيس الركان الحرب بفريق احمد بوتفليقة اعلن الحقيقة اعلن تأجيل انتخابات الرئاسة بعد اللقاء ده يوجه رسالة للامة يعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية وأعلن رئيس الجمهورية في هذه الرسالة عن إجراء تعديلات جمة وعلى تشكيل الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية وكتب الكلام ده بقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله والصحبه إلى يوم الدين أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل تمر الجزائر إلى آخره إلى آخره المهم اتطمن أنت ومش لوحدك الصوت المرة دي جاء من الجزائر نجح شعب الجزائر الحقيقة في أنه يخلي الجيش الجزائر وعلى تفليقة كانت للعهدة الخمسة ينسحب من الانتخابات اتقال على الجزائرين في الوقت ده أو مبادرة الحملة أنها حملة مغرضة أنها هدفها إسقاط الدولة أن دي معمولة على السوشيال ميديا أن بوتفليقة بيفكر بعقلية شاب في العشرين اتقال عليهم عايزين يوقعوا الجزائر ما وقادش الجزائر وانسحب عبد العزيز بوتفليقة الكلام لخالد سيد أحمد والواقل اللطفي والأمثالهم البلاد ما بتقعش اللي بيقع نظام فاسد البلاد ما بتقعش الشعوب أقوى بكتير جدا تخيل عزيز المواطن دلوقتي أنك أنت قاعد افتكر كويس قوي السيسي السيسي لما يشوف حملة زي دي في الجزائر نجحت والجزائرين طالعين يحتفلوا دلوقتي بنسحاب عبد العزيز بوتفليقة تخيل السيسي موقفه عامل إزاي ونفسيته عامل إزاي تخيل خلابيس السيسي أمثال واقل لطفي وغيرهم وهم قلقانين قوي لتنجح حملة الطم من أنت مش لوحدك وتسقط النظام ونبتد نطلع لهم مرة كمان اسقطاتهم أو وقعتهم اللي بيقعوها لحد النهاردة بعد مرور خمس ست سبع سنين افتكر كويس قوي النواء اللطفي وخالد سيد أحمد وغيرهم لسه متمسكين لحد النهاردة بالانقلاب ده لما تطلع الواقحة اللي اسمها فريدة الشباشي تقول من يعتبر تلاتين ستة انقلاب في هذه وقاحة ده الواقحة انك موجودة أصلا ده الواقحة ان انت على عبد الناصر اللي بوز البلد واللي تهتك عرضه في اليوم اللي فاته وانت منسحبة وقاعدة سكتة الواقحة انك مش قادرة تقول للسيسي انك انت لو طلع عبد الناصر من قبره هيخنؤك هيشنؤك هيقتلك تستخبي لما السيسي يعمل حاجة من دي وبعدين تطلع تقول انها مش انقلاب الواقحة ان نواء اللطفي وخالد سيد أحمد والعشرات أو المئات زيهم مش عالين أبدا ان الشعب بينتصر وان الطمن انت مش لوحدك جات من الجزائر بالصدفة البحتة لا مش بالصدفة بالقول الشعر اللي قاله الراجل اذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد للقيدي أن ينكسر عزيز المواطن انت مش لوحدك الصوت جاي لك من الجزائر البشرة جات من الجزائر البشرة جاية من السودان انت مش لوحدك الدول ما بتقعش الدول ما بتقعش لا من ثورة ولا من انقلاب الدول بتفضل الشعوب أقوى أقوى من النظام حتى لو حواليه وقل لطفي وخالد سيد أحمد وغيرهم كتير جدا البشرة جات لك من جزائر أرجوك استغل لها اتطمن انت مش لوحدك